السلام عليكم تحية طيبة أينما كنتم أهلا وسهلا فيكو أنا دكتور الأي الزعبي أرحب فيكم في قناتي على اليوتيوب اللي أنا مخصصها لمواضيع بتهتم بالهندسة الطبية الحيوية بشكل خاص والهندسة بشكل عام بالإضافة لمواضيع أخرى فإذا كان هذا المجال بهمك أو بهمك ياريت تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات حتى يوصلكوا أشعار بأول ما أقوم بعمل فيديو جديد اليوم بدي أحكي عن موضوع اللي هو الفرق بين الفيزياء والفيزياء الطبية والهندسة الطبية الحيوية سأحكي عن فروقات بناتهم وإيش أوجه التشابه وبرطة رح أحكي عن كمان القصة اللي حصلت خلال فترة بسيطة إنه مجموعة من الأعضاء التدريس والفيزيائيين بيحاولوا يقنعوا مهندسين ومهندسات الهندسة الطبية الحيوية بدراسة الفيزياء بدل الهندسة الطبية الحيوية والتخصص في الفيزياء الطبية فأنا راح أكي عن هاي الموضيع لأنه شعرت بالغضب حقيقة لأنه تم أعطاء معلومات مش صحيحة فإذا كان هذا الموضوع بهمكم تابعوا الفيديو للنهاية لأنه فيه شغلات كثير مفيدة للمهندسين هندس طبي الحيوية ومهندسات هندس طبي الحيوية بالأخص وبرضه توضيح للفيزياء الطبية أنه إيش هي كيف تم تدريسها في الدول الغربية قبل ما أبدأ في هذا الفيديو أنا بدعوكم أنكم تشاهدوا الفيديو للنهاية وتشاركوه مع زملائكم لتعوم الفائدة على الجميع تعطوا لايك إذا عجبكم المحتوى هذا قبل ما أبدأ كمال بدي أعمل دائما إعلان عن واحد من مواقع اللي أنا بديرها اللي عملها لمدن والمواقع التراث الإنساني في منطقة الشقة وسط الشمال أفريقيا فبدي أحكي اليوم عن موقع اللي هو fortunis.com فأنا يعني بحب تونس وبحب الشعب التونسي مع أني ما عنديش أصدقاء من تونس لكن مشاعرنا دائما قريبة منهم ومنحبهم فأنا راح أترك رابط في أسفل الفيديو للموقع الإلكتروني اللي اسمه fortunis وإذا يكونوا حابين تونس اشتركوا بالمنتدى اللي فيه والتواصل مع الناس الموجودين في تونس وإخبار العالم قداش تونس جميلة وأهلها طيبين نبدأ بالموضوع اللي الفيديو وخنا أحبدا أحكي فيه بسرعة حتى أوصل معلوم بأسرع وقت ممكن راح أبدأ بين الفيزياء والهندس الطبي الحيوية فيه فرق كبير ما بين دراسة الفيزياء ودراسة الهندسة طبعا كل التخصص إلو الأشياء اللي بتساعد على دخول هذا التخصص وفيه أمور سلبية لكل تخصص لكن بالنسبة للفيزياء والهي بالنسبة إلنا هي علوم أساسية والهندسة هي علوم تطبيقية وموضوع الفيزياء أنه إذا أي شخص يريد دراسة الفيزياء أو تخصص الفيزياء يجب أن يكون واضح له ولها أنه دراسة الفيزياء كدرجة البكالوريوس ليست كافية وأنه الأصل اللي بيدرس فيزياء بيكون حاب تخصص الفيزياء ويريد يدرس دراسات عليا ماجستير ودكتوراه فما راح يكون موجود في سوق العمل حدا بيطلب فيزيائي أو فيزيائية مع أنه الفيزيائيين والخلص فيزياء بيقوموا ممكن أن يتعلموا الأمور اللي هم بيحاج إلها في أي مجال بالعمل فالمجال مفتوح لهم لكن تخصص الفيزياء أو درجة البكالوريوس في الفيزياء المجال الوظيفي أو المسار الوظيفي غير واضح بالنسبة للهندسة الأمور مختلفة تماما فالهندسة الميكانيكية واضحة إش هي والهندسة الكهربائية واضحة والهندسة الطبية واضحة فالمسار المهني لهذه التخصصات واضح أكثر وضوحا من الفيزياء يجب أن يكون واضح لمن يريد دراسة الفيزياء وعنده أو عندها الشغف للفيزياء أنه الأصل إكمال دراساته عليا بالنسبة للهندسة هي علوم تطبيقية ويكون فيه مسار مهني واضح لها وبرضه بالإضافة لذلك أنه حسب كل تخصص مثلا الهندسة الطبية الحيوية يجب أنه إكمال أو دراسة مواضيع تختص بالعلوم الحياتية والتشريح والأنسجة وبرضه كمان دراسة البرمجة بشكل متعمق والأصل والأهم فرق ما بين الفيزياء والهندسة الطبية الحيوية أنه المهندسين ومهندسات الهندسة الطبية الحيوية يجب التعامل دائما مع نظام حيوي كجسم إنسان أو خلايا بالنسبة للفيزياء هي عبارة عن علوم أساسية وصحيح هناك في دراسة في أبحاث ممكن تكون مشتركة ما بين الفيزياء والهندسة الطبية الحيوية لكن تخصص الهندسة الطبية الحيوية بيكون أوضح المسار المهني ويكون أوضح أنه متخصصين في الأنظمة الحيوية اللي هي جسم الإنسان وأنظمي مثلا أي نظام أو نسيج بيولوجي أو حيوي بيكون واضح الهندسة الطبية الحيوية الآن بالنسبة للفيزياء الطبية والهندسة الطبية الحيوية في الولايات المتحدة الأمريكية دراسة الفيزياء الطبية اختلفة عن طريقة الدراسة في منطقة الشغل أوصل الشمال أفريقيا فابدي أحكي كيف بتم دراسة الفيزياء الطبية الفيزياء الطبية في الولايات المتحدة الأمريكية بتم دراستها بعد إكمال درجة الفيزياء أو درجة الهندسة وهي عبارة عن دراسات علية يعني هو برنامج دراسات علية برنامج ماجستير الطالب أو الطالبة بيكملوا دراسة البكالوريوس في الفيزياء بعد ذلك بيقوموا بتقديم طلب دراسات علية لبرنامج ماجستير اسمه فيزياء طبية بعد دراسة البرنامج ماجستير بيأخذ سنتين تقريبا وبالمناسبة عدد البرامج اللي بدرس هذا التخصص أو الجامعات اللي بدرس هذا التخصص قليل وعدد طلاب اللي من قبلوا فيه قليل فبدرسوا سنتين ماجستير فيزياء طبية بعد إنهاء درسة البكليوريس في الفيزياء بعد ذلك أنه بيقوموا بعمل سنة أو سنتين إقامة في مستشفى لممارسة وتطبيق اللي درسوه في الفيزياء الطبية فإحنا بنحكي الآن عن أربع سنوات بعد البكليوريوس في الفيزياء بعد ذلك لازم يقوم بامتحان بورد زي امتحان البورد الطبية أو بورد الطب البشري أو طب الأسنان فإحنا بنحكي عن خمس سنوات بعد دراسة البكليوريوس في الفيزياء وهذا هيك بيتم تدريس الفيزياء الطبية في الوقت المتحدة الأمريكية مجموعة من الناس بتحاول تقنع طلاب الهندسة الطبية أنهم يتخلوا عن دراسة الهندس باكالوريوس للهندس الطبي الحيوية ودراسة فيزياء طبية مع أنه برامج الباكالوريوس لا تدرس الفيزياء الطبية وكمان الباب مفتوح لخريجين وخريجات الهندس الطبي الحيوية أنهم ينقبلوا في برنامج ماجستير فيزياء طبية خصوصا إذا أخذوا مواد فيزياء الأساسية فأنا بنصح طلاب الهندس الطبي الحيوية أنهم يشوفوا هل بإمكانهم تقديم طلبات للحصول على دراسة الماجستير في الفيزياء الطبية اللي هي سنتين بعدين الجامعة اللي هما بيدرسوا فيها بتساعدهم على عمل إقامة في مستشفى لتطبيق اللي درسوه ودائما الفيزياء الطبية لازم يكون واضح للجميع أنه اللي بتخصص في الفيزياء الطبية وظيفته الأساسية هي مساعدة المرضى اللي بيقوموا بالعلاج الإشعاعي خصوصا مرضى السرطان هذا أحد أهم التطبيقات برضو بيكونوا مختصين بعملية التصوير النيوكلير اللي هو النووي للتصوير الطبي وكمان بيقوموا هما بتصميم برامج البرامج العلاجية لمرضى السرطان فبالتالي إحنا بحاجة أنهم يقوموا بدراسات عليا ماجستير وبرضو بالإضافة لذلك أنهم يقوموا بعمل إقامة في مستشفى للتطبيق مدة سنتين بعدين يقوموا بعمل امتحان هذا فرق كبير ما بين الهندس الطبي الحيوي يعني إحنا بالفيزياء الطبية بنحكي عن خمس سنوات بعد البكالوريوس الهندس الطبي مباشر بعد ما يكون أنهو درجة البكالوريوس بإمكانهم أن يشتغلوا في سوق العمل فأنا حبيت أوضح الفروقات بيناتهم وحبيت أحكي لنصيحة لطلاب الهندس الطبي الحيوي وطالبات الهندس الطبي الحيوي ومهندسين ومهندسات الهندس الطبي الحيوي اللي بيبحثوا عن فرصة دراسات عليا فهو ليس شرطا أن يقوموا بدراسة الهندس الطبي الحيوي بماجستير أو دكتوراه بإمكانهم الإطلاع على الفيزياء الطبية إذا بيهتموا في موضوع العلاج الأشعاعي لمرضى السرطان والتصوير الطبي فهذا بيكون شيء مستاهل يعني أنه الأشخاص والمهندسين ومهندسات أنهم يطلعوا عليه ويشوفوا إذا بإمكانهم العمل أو لا وشغلة مهمة كمان الفيزياء الطبية هي شغلة مطلوبة في كل مكان وفي الوقت المتحدة الأمريكية وفي أوروبا الغربية وبالأخص ألمانيا وهون دعوة للجميع أنه اللي بيدرسوا هندسة طبية حيوية أو أي تخصص علمي فيزياء أو فيزياء طبية أنهم يهتموا بموضوع اللغات فاللغة الألمانية واللغة الإنجليزية شيء مهم إتقانها إذا حقيقة هناك اهتمام بهذا التخصص ويحسن فرص المهندسات والمهندسين للحصول عليه أتمنى أن هذا الفيديو وضح الفرق بين الفيزياء اللي هي علوم أساسية والهندسة الطبية اللي هو علوم تطبيقية ويشهو مسارات المهنية للتخصصين وبرضه وضح الفيزياء الطبية لأنه أنا حصلت وصلني مجموعة من الأسئلة عن الفيزياء الطبية وكيف بتم تدريسها وهل أنه البرنامج البكالوريس بفيزياء طبية هو مسار مقبول فأنا حبيت أوضح أنه في الولايات المتحدة الأمريكية كيف بدرسوا الفيزياء الطبية ودعوة مني لكل مهندسين ومهندسات الهندس الطبية الحيوية المهتمين بالتصوير الطبي والشعاعي والعلاج السرطان أنهم يطلعوا على هذا التخصص ويدرسوا عنه أكثر أنا حترك روابط التفيد عنه في وصف هذا الفيديو فبشكركم للمتابعة إذا وصلتوا لهاي المرحلة وإذا عجبكم الفيديو أعطوا لايك وشاركوا بين زملاء وزميلات لتعمل فائدة شكراً لكم وأنا حاب أسمع رأيكم في هذا الموضوع مين بدرس فيزياء طبية ومين بدرس فيزياء ومين بدرس هندسة طبية شاركونا بأراءكم في هذا الموضوع وشكراً لكم وتحياتي وإلى لقاء آخر مع السلامة